طيب إيه شروطهم بقى؟ الشرط الأول في الدعوة المدنية وقوع الدرر ده ركن أساسي من أرقان إقامة الدعوة يعني لازم يكون قد أصابك درر وهذا الدرر لابد أن يكون محققا لأنه ركن أساسي في الدعوة المدنية ويجب أن يكون ناشئا عن فعل جريمة ده بالنسبة للدعوة المدنية المرتبطة بالجنح بالجريمة لابد أن يكون ناشئا عن جريمة نضرب مثال واحد ضرب واحد كسر له دراعه هنا كسر الدراع يعتبر ضرر من حقه إذا تقدمت لمحكمة الجنح أنه يدعي مدني لو ما تثبتش عها يعني هيدعي مدني باعتباره تحقق ركن الدرر بكسر اليد طيب لو راحت محكمة الجنات عسابة عها الدرر زاد يبقى الدرر أصبح محقق يبقى له الحق في أنه يدعي مدني والدرر ده قد يكون مادي وقد يكون معنوي وقد يكون أدبي وقد يكون مالي في الجرائم المال جرائم الشيك بطول الله سيد وجرائم الإصال الأمانة وجرائم القايمة الجهاز الزوجية وكده الركن المادي ده سهل جدا تقديره لأنه معروف قيمة المبلغ اللي فقدوا أو اللي صرفوا في الدرر فمحدد قيمته فمعروف عربية تم إطلافها فأصابك درر صلحتها بعشرين ألف جنيه يبقى لك الحق أنك تطالب بالعشرين ألف جنيه وتقدم الفواتير يدل على ذلك والمحكمة تقضي لك بذلك لو مال مسروق هيبقى يقضى بما يعادله أو يعوضه من مصدر الكسب ولا بتاعه الدرر الأدبي والمعنوي بقى هو اللي يصيب المضرور في سمعته أو النيل من شرفه أو اعتباره يعني السمعة يعني تاجر مش جزء من سمعته الأمانة والصدق واليسر فإذا ما أصاب التاجر في سمعته أو في التشهير عليه أو التشهير به أي أمر يبقى ده أصيب بضرر في سمعته وهذا الضرر في القانون يسمى الضرر الأدبي أو المعنوي مطالبة التعويض لأم فقدت ابنتها في حال السيارة طفلة عربية موتت الأم الدرر اللي أصابها هنا هي الطفلة كانت بتعولها يعني معقول الطفلة كانت بتعول الأم علشان نقول فيها ضرر مادي هي لا لأن محل الدفع بالمسؤولية أنها كانت الصغيرة لا تعول أمها فإن قتل الأبناء يسبب لوعة وحصرة مما يسبب لهم من الألم المبرح الذي يستوجب التعويض يعني معيار الضرر بيتقال في إيه لو أنا فقط أبوي أو لو واحد فقط والده هنقول الضرر اللي أصابه ما فاته من كسبه ما لحقه من ضرر من خسارة وإنه هو كان بيصرف عليه من اللي هيصرف عليه ومن اللي هيتولى رعيته ومن اللي طيب لو عكسناها موت الإبن بيصيب الأب بدرر إيه ما فيش غير اللوعة والحصرة اللي بتبقى أكبر من إنه يفقد العائل اللي بينفق عليه فيوجب التعويض آه طيب الخطيبة اللي خطيبها عربية خبطته ما إيه الدرر اللي أصابها الدرر اللي أصابها درر حزن وحسرة وألم على فقد الخطيب طيب فيه كمان ضرر مدي إيه ما تم إنفاقه من تجهيز للعروسين من عفش ومن منقولات ومن شقة ومن دكورات ومن كل دي مصرفات كانت حتكمل الفرحة والخطيبة تبقى زوجة فده أصابها ضرر اللوعة والحسرة والألم وما تم من إنفاقه لتجهيز العرس بين الاتنين ده نوع من أنواع الضرر المؤلم ونبد النموذج اللي مش معتاد إنه يتسمع لإنه أحياناً الناس كلها يا أي عم ده كانت خطبته ده ما فيش ما يفيد إنه كانوا كتبين الكتاب ده ما فيش ما يفيد إنها كانت زوجة ده هيبقى الحق للوالدين فقط لا يا سيدي المخطوبة في هذه الحالة أصبها ضرر الألم على عدم الاستكمال والحسرة وكمان ما أنفقته على من مصريف على تجهيز العرس المادة 222 من القانون المدني قالت يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً لكنه لا يجوز أن ينتقل إلى الغير يشمل التعويض الضرر الأدبي بس الضرر الأدبي ده ما يتنقلش إلى الغير هو خاص بالشخص نفسه والقانون قد قصر المطالبة بالتعويض على من أصابه ضرر اللي هي الألم والحسرة من جراء الموت حتى الدرجة التانية يعني الوالدين الأبناء الأخوة الأخوات خلفهم ما يبقاش له حق في طلب التعويض ده طبقاً نص المادة 222 من القانون المدني أنا بس بتناول بإشارات سريعة لأن هذا الموضوع ضخم وسمين ومحتاج كل عنصر من دول شرح بدرب الأمثلة لكن أنا بقدر الإمكان بدرب أمثلة حتى تصل إلى زهن المشاهد في مجال التطبيق العملي في أمام المحاك أن يكون الشرط الثاني إحنا قلنا الشرط الأولاني وقوع الدرر وأصلنا الدرر وفسرناه والنصوص والمواد القانون التي تنطبق عليه أن يكون الدرر ناشئاً مباشرةً عن الجريمة يعني في الدعوة الجنائية المدنية أمام المحكمة الجنائية لابد أن يكون الدرر اللي هو الركن الأولاني ناشئاً من جريمة ما ينفعش يبقى فعل الوحده لأنه لو فعل الوحده حيبقى خاص بالمدة 163 للخاصة بالقانون المدني بدعوة تعويض مش دعوة المدنية دي اسمها دعوة تعويض وده اسمها الدعوة المدنية للزملاء المحامين اللي لسه بدئين الأصل أن الاختصاص في الدعوة المدنية أنها ترفع أمام المحاكم المدنية زي ما نقولت الوقت الدعوة النص المادة 163 من القانون المدني احفظوا الرقم ده ولكن ممكن أنها ترفع أمام المحاكم الجنائية بصفة استثنائية يعني الأصل اللي مختص بها المحاكم المدنية لكن أجاز القانون الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية بصفة استثنائية وهي دعوة المطالبة بالتعويض المؤقت لكن لا اختصاص للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويض عن الدرر الناشئ في بعض الدعوة خلي بالكم من اللي جاي اللي جاي ده كلام سيمين شوية لاختصاص للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويض عن الدرر الناشئ عن محاكم الأحداث مثلا ما فيش أمامها دعوة مدنية ده بنص القانون محاكم الأحداث ما فيش فيها إنك تدعي مدني بنص القانون طيب وإيه كمان دعاوة الطلاق بسبب الزنا جريمة الزنا وقوحة سبب الذي يستوجب الطلاق لكن دعاوة الطلاق اللي سبب الطلاق فيها ارتكاب أيهما الزنا في المسلمين وغير المسلمين لأن دي شرط في جاي في كل الشرائع لا يجوز فيها للدعاء بالدعوة المدنية ولا اختصاص للمحاكم الجنائية في الحكم بالدعوة المدنية في دعاوة الطلاق بسبب الزنا أو دعاوة إنكار النسب دعاوة إنكار النسب أما حد ينسب ولد إلى شخص معين والشخص ده يرفع دعاوة إنكار نسب ويصيبه من جراء النسب هذا ضرر فلا يجوز بسبب القتل فيه جريمة الشيك بدور رصيد ليه لأن هذا الدين سابق على وقوع ارتكاب جريمة الشيك بدور رصيد فما يجيش قدام جريمة الشيك بدور رصيد إلا أن تدعي مدني بتعويض مؤقت لكن تطلب قيمة الشيك فده لا يجوز قانونا السبب الثالث علشان الوقت بتاعنا أن يكون الضرر شخصيا يشترط أن يصيب الضرر صاحب الدعوة شخصيا فليس لأي إنسان الحق في طلب تعويض درر أصاب غيره أه آه صاحب الدرر المصاب بالدرر شخصيا هو صاحب الحق في إنه هو اللي يطالب بالتعويض غيره لا الزوجة لا الابن لا الأب إلا إذا كان والي طبيعي الأم إلا إذا كانت وصية بقرار وصاية يعني عشان نقدم الصفة يبقى المضرور شخصيا هو اللي له الحق في إنه يقيم تلك الدعوة دون غيره إنما الأب عن الإبن قلنا يجوز بس في حالة إنه يكون الإبن قاصر ما دون الواحد وعشرين سنة يبقى الأب هنا مش بشخصه لا بصفته ولي طبيعي على ابنه اللي أصابه الدرر وهنا هتبقى مباشرة لأنه هو هنا دخل بصفة الإبن وكذلك الأم ما ينفعش إذا كانت بنتها بالغة أو ابنها بالغ ما ينفعش تطالب بتعويض أصاب الإبن أو البنت لكن يجوز إمتى يجوز في حالة أن يكون الإبن أو البنت قاصر ما دون سن الولاية اللي هي السن الواحد وعشرين سنة وتكون الأم معينة من قبل المحكمة الحاسبية بأنها وصية بلا أجر على الصغير سواء الولد أو البنت في هذه الحالة بتتحقق الصفة والمصلحة في الإدعاء بالدعوة المدنية لأنها ليست الإصابة أو الدرر خاص بها هي شخصيا وإنما للغير لأن القاعدة العامة أن المضرور وحده هو صاحب الحق في أنه يطالب بهذا الحق الشرط الرابع واللي قبل الأخير يجب أن يكون هذا الضرر محققا يعني قلنا ضرر وخطأ والضرر شرحناه مد وأدبي وقلنا أنه لازم يكون ناشئ عن جريمة وقلنا أنه يكون الضرر شخصي وقلنا لازم يكون ضرر محقق قد وقع بالفعل فلا يكفي أن يكون محتملا أو جائز الوقوع يبقى هنا يشترط أنه يكون ضرر قد وقع بالفعل مش هنقول أصل ممكن أعمل جنحة إتلاف لأن أنا السقف بتاع الحمام هيقع علي ده اسمه ضرر محتمل لا إحنا عايزين نقول السقف هي يبقى أصاب ضرر بقى ضرر مباشر يتقدم بتهمة الإتلاف وتدعي مدني أمام المحكمة الجنائية في الإتلاف وتبقى المسألة كده كاملة السبب الأخير بقى أن يكون هذا الضرر قد أصاب شيئا مشروعا يحميه القانون ما نجيش بقى نقول ضرر أصابه من تجارة غير مشروعة في المخدرات ما نجيش نقول ضرر أصابه في مصنع شغال بدون ترخيص ما نجيش نقول واحد في سرقة الكهرباء ضرر أصابه من أنه سعقة بالكهرباء المسروقة يبقى لازم أن يكون الضرر قد أصاب المضرور بسبب مشروع يحميه القانون يبقى في الحالة دي الأركان اتكون ترجمة نانسي قنقر